حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض عن أسهل وأبسط الخطوات التي تستطيع من خلالها تثبت تعريف الطابعة Canon Pixima ATS 5340 فأول فقرة سنتعلم كيف نسبت تعريف الطابعة من خلال الكابل USB وتاني فقرة سنتعلم كيف نسبت تعريف الطابعة من خلال الروتر Wi-Fi إذا كان كمبيوتر أو لابتوب وكمان سنتعلم كيف نسبت تعريف الماسح الضوئي وكيف نستخدمه فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذاكم يا أخواني أمين إيه؟ أخبركم ماذا؟ إن شاء الله كنتوا بخير وفي أفضل حال معاكم أحمد السلام من قناة Canon بالعربي وحلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض عن خطوات تثبيت تعريف الطابعة Canon Pixima ATS 5340 مرة من خلال الكابل USB ومرة من خلال الروتر Wi-Fi إذا كان كمبيوتر أو لابتوب وحنتعلم كيف نسبت ونستخدم الماسح الضوئي أو سقنر وإن شاء الله الحلقة تنال أعجبكم وأول فقرة سنبدأ بها وهي فقرة تعريف الطابعة من خلال الكاب USB في الله بنا نروح لجهاز الكمبيوتر أو لابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض في الله بنا مبدئياً كده جماعة أنا سأساعد لكم رابط تحت الفيديو في خانة الوصف أو في أول تعليق عامة لمجرد أن تضغط على الرابط سيحول لك تصفحة Canon رسمية عشان تقدر تحمل تعرف الطابعة وطبعاً زي ما نرى الطابعة قدامنا Canon Pixima TS 5340 عندنا تحت شوية كده ونختار Driver ستلاحظ الموقع طابق الويندوز باتيك Automatic ستلاحظنا كلمة اسمها TS 5300 Series Driver Setup Package هو ده اللي أنا بنصح انك تحمله كيف سنختار Download ثم Download مرة أخرى ثم تنتظر لحد ما التعريف يتحمل معاناك وبتيجين عند الساهم ده تختار كده Open undone عشان التعريف يفتح معانا Automatic أول ما يكتمل تحميله ثم نختار Yes وهنا بيفك الضغط بتاع التعريف بعد كده سيظهر لك القيام اللي قدامكم نختار Settings ثم نختار التعريف باللغة المناسبة لك أنا هختار اللغة العربية عشان الخطوات تبقى سهلة وبسيطة وابقى أعرفها ثم نختار Nikes ثم تختار البدد اللي انت موجود فيها والخطوة ديروتينية عادي جدا ممكن تختار أي حاجة ونختار حفظ ثم نختار بدء الاعداد ثم نختار التالي وفي الخطوة دي يجب تكون موصل اللاب توب أو الكمبيوتر بختمة الانترنت عشان بيبدأ يحمل بعض التنزلات اللي موجودة في التعريف وإذا لم يكن لديك خدمة الانترنت في الخطوة دي التعريف مش هيكتمل معاك أو هيتلاجع عمتا ثم بتختار نعم ثم بتختار أو أفق ثم بيجي لك هنا طريقتين تقدروا توصل من خلالهم الطابعة أنا أختار أول حاجة إنه أوصلها من خلال الكاب يو اسي بي فهيختار واصلة يو اسي بي ثم نختار التالي وهنا بيقول لك جالي التثبيت الامي بي درايبر وهذا خاص بتعريف التعريف فبتنتظر بعد الدقائق البسيطة لحد ما يكتمل تثبيت التعريف وفي الخطوة دي تعريف التعريف يطلب منك توسيل الكاب يو اسي بي الواصلة من التعريف والكمبيوتر أو التعريف واللاب توب وإذا لم نرى أول ما لكبت الكاب يو اسي بي القيمة اختفت ويقول لك تم التكشف عن التعريف الرجال امتظار وده الوقت بيقول لك يمكنك الآن اتباع من جهاز الكمبيوتر لديك يعني الطابعة اتعرفت عندك هتعمل ايه؟ هتختار التالي ثم هيظهر لك القيمة دي اختار متابعة الانترنت وبكده ثبتنا تعريف التعريف من خلال الكاب يو اسي بي بنجاح وبعد اكتمال تثبيت تعريف التعريف من خلال الكاب يو اسي بي هنا على سطح المكتب ولو ما لقيتها على سطح المكتب تقدر تعمل سيرش وتبحث عليها اختارها عادي جدا ثم نختار ديفايزز اند برينترز ثم هاللحظة طبعة بتاعتنا زي ما نشايفين عليها علامة الصحي كده كليك كلمين عليها ثم برينتنج بريفرانسيس ثم منزلت تحت شوية كده وبنختار حجم الورق بالطبعة نخليها اي فور تمام؟ او اكثر من الورقة هتتحول انها تطبع الوجين تلقائيا لو انت حبيت تلغي تفعيل الخاصية دي بشل الصح زي ما نشايفين كده لو حبيت التوابعة تطبع ابيض ويسود فقط بتختار الطبعة بتدريج الرمادي بس ما تنساش بعد كل خطوة انت بتختارها بتختار ابلاي عشان تحفظ الاعداد ثم اوكي وبكده انتهينا مع بعض من فقر تعريف التوابع من خلال الكاب اليو اسي بي ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة التانية وهي تعريف التوابع من خلال الراوتر الواي فاي اول حاجة هنشبك التوابع او هنربط التوابع بالراوتر الواي فاي والخطوات كالتالي هنختار اوكي ثم نختار واي فاي سطب اوكي ثم نختار مانوال كوننكت اهي كده اوكي هنا بيقول لك سيرشينج فور ويرلس راوتر بيدور على شبكة الراوتر اللي موجودة في المنطقة عندك يعني هيجمعلك كده شبكة كده وانت تختار منها الشبكة بتحت انا الشبكة بتاعتي اسمها كانون لديك اكتر من اختيار هوت لشبكات اللي حوالك ممكن ما تلاقيش الراوتر بتاعك موجود قدامك فانا لديته قدامه هوت اختار كانون هنا بيقول لك دخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي مع العلم ان زرار اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده بيبدأ يحول لك كلمة مرور الحروف الانجليزية صغيرة ضغطة واحدة كمان اتحويلت لكبيرة ضغطة واحدة اتحويلت لأرقام ضغطة واحدة اتحويلت لرموز واندرسكول والشبكة وآت والكلام ده تمام ولو ضغطت على الانتر ديت اللي هي الانتر كومبيليت دي اللي هي التصوير يبا انت كده خلصت كلمة مرور وخلصتها تمام لكن لو انت حبيت تدخل الحروف من القسم لفوق تمام وتنقصها من تحت ولو كتبت الحرف غلوة كده تقدر تمسحه بالسهم اللي هو بيرجع خطوة كده انا كل الحروف اللي عندي كبيرة هعمل لي هزبطها كده بقت كبيرة تمام اعيز حرف الان اهوت حرف الان بدور عليه اهوت ثم اوكي اتحول للحرف اللي بعده للوقت اعيز حرف الاو همشي كده لحد ما يجيلي حرف الاو اهي اوكي اعيز حرف الاو كمان مرة اهو ماشي اوكي اعيز حرف ار امشي كده اهوت اوكي اعيز تباقي بقى ارقام هعمل لي داخل واحد هنا اتحويت لأرقام اعيز رقم اثنين اهو اعيز رقم السفر اهو اعيز رقم السفر كمان اهو اعيز رقم سبعة اهو وبعد ما اخذت انا كلمة مرور بتاعت الراوطر راديو فاي بالطريقة الصحيحة هنختار تصوير اهو لو انت بقى كلمة مرور صح هايقول لك كون نكتد لو غلط هايقول لك ان فيه غلط لكن المخفي هنشوفه مع بعض اهو كون نكتد زاوير للراوطر يعني تم الاتصال بالراوطر خلاص بنعمل اوكي طب افرد انا عندي الراوطر الواي فاي مخفي هنعمل اوكي ثم تختار واي فاي ستطب اوكي ثم تختار اخر اختيار اوكي ثم نختار مالو كون نكت اوكي وتنتظر بيظهر لك قيمة الشبكات مرة تانية الين التحت خالص كده تمام لحد ما يجي لك الاختيار دابل الاخير ده اوكي بتدخل اسم الراوطر وكلمة مرور الراوطر وبتوشبك معك بكل سهولة وده في حالة انك عامل الراوطر عندك مخفي وبعد ما عرفنا التابعة بالراوطر الواي فاي هنروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بينا بعد كده هنالجع تانية للتعريف اللي احنا حملناه من خلال الويب صايت بتاع كانون هنلاقيه في التنزلات او التحمليات اللي موجودة في الكمبيوتر سندخلها ازاي نخش زي سبي سي او ماي كومبيوتر اللي عندك ثم هتلاقي هنا تلميط دونون لود او ممكن تلاقي هنا عادي جدا هنا او هنا المكان واحد هنلاحظ التعريف بتاعنا اهوت في منه اثنين التعريف ده وهو مضغوط وده بعد ما فك الضغط هنختار طبعا التعريف ده ثم نختار اخر اختيار مستفر ثم نختار ياس ويجب ان تشيل كابل يو اسي بي الواصل من التابع والكمبيوتر او التابع واللابتوب لكي لا يحدث مشكلة اثناء التعريف سنضبط اللغة بتاعنا كما احنا هتعلمنا عادي تساب عن انجليزية او عربية المناسب لك ثم نيكست ثم حبز ثم بدء الاعداد ثم التالي طبعا هي نفس الخطوات لكن مع تغيير ان احنا عرفناها من خلال الكابل يو اسي بي المرة اللي فتت المرة هنختار تعريفها من خلال الروتر الوي فاي وفيه حاجه مهم جدا لكي ستكون أعرفها بعد مسبق تعليف الطابع ان شاء الله من خلال الراوتر الوي فاي لو اغيرت كلمة مرور الراوتر الاي فاي او غيرت جهاز الراوتر الاي فاي ذات نفسه او انت تحطي الراوتر بعيد عن الطابعة او انت fertig عao بدء مخفية المرئية او من المرئية المخفية ستعيد تعليف الطابعة من خلال الراوتر الاي فاي مرة اخرى وانصحك انك تهتم الآخر الراوتر الاي فاي في نفس المكان الطابعة يعني لا تلزقش في الطابعة ويروح للراوتر ويذهب على الطابعة فالأفضل هي التحضر الراوتر في نفس المكان ثم نختار هواتف وهنا يقول لك انه هو لقى طابعة موجودة في شبكة الراوتر وي في التي وصلها على نفس الطابعة يعني ان شبكة الراوتر وي في اللي عندي باللابتوب هي نفس الشبكة اللي وصل عليها الطابعة فبالتالي يستملك دلوقتي اوتوماتيك لأن هناك طابعة موجودة في شبكة الروتر واي فاي فلو هي ستختار نعم ولو مش هي ستختار له ستكمل بقى الإجراءات عادي جدا نختار Allo Access ودلوقتي حالا التعريف يقولك أن تم اكتمال تثبيت تعريف الطابعة من خلال الروتر واي فاي فنختار التالي ثم يظهر لك الصفحة المتابعة للإنترنت ويفتح لك صفحة الإنترنت تقفلها عادي جدا ليس تحتاجها في أي حاجة وبكده عرفنا مع بعض الطابعة مرة من خلال الكابل الروتر واي فاي عايز الآن أجل أفرق ما بينهم أبقى عارف أن أطبع من خلال الكابل الروتر واي فاي الموضوع بسيط جدا هنروح ل Control Panel عادي جدا ثم Devices and Printers هنلاحظ أن التعريف متعرف مرتين لو ركبنا الكابل الروتر كده هنلاحظ أن دي نورت هنلاحظ أن دي انطفت يبقى دي من خلال الكابل الروتر هنلاحظ أن نكتبها كيفية؟ نقوم بسيط جدا ثم نختار Printed Properties ونقوم بسيط جدا ونكتب Cab USB يبقى دي من خلال الكابل الروتر ثم نقوم بسيط جدا كما ترى هنا بقى الكابل الروتر ونقوم بسيط جدا بسيط جدا Printed Properties ونكتب واي فاي يبقى دي من خلال الواي فاي ثم اوكي يبقى كده اثناء الطباعة هتقدر تختار إذا كانت كابل USB ولا روتر واي فاي الموضوع سهل كده طب يا بو حميد دلوقتي انت قلت لنا في أول الحلقة هنتعلم ازاي نسبت تعريف المساح الضوئي وازاي نستخدمه انا عاوز اوضح لك انك سبته مع تعريف التعبع ازاي نستخدم المساح الضوئي الموضوع بسيط جدا هتلاح هنا في القائمة ستجد مكتوب IG Scan Utility ستضعه بره واتسيبه هنا هو ده برنامج المساح الضوئي او الاسكانر لو لم تقلتوه في القائمة الاسكانر ستبحث عليه واتطلع عادي جدا او ممكن تنزل تحت كده مكتوب Canon Utilities اهي ده ضغط واحد ستجد اخر اختيار مكتوب IG Scan Utility هو ده برنامج الاسكانر تمام؟ طلعنا وخلاص كده سنفتحه عادي جدا سيظهر لك بالشكل ده مكتوب هنا اسم المنتج Canon TS-5300-Series Network يعني دلوقتي انت مختار انك تعمل مسح ضوئي عن طريق الراوتر الواي فاي لو ضغط ضغط واحد عادي ستجد مكتوب Canon TS-5300-Series Network يبقى دي من خلال الكابل يو اسي بي طبعا من خلال الكابل يو اسي بي بتبقى أسرع ثم بتختار انت عايز بقى مستند اللي هو المسح الضوئي يطلع كملف بي دي اف اكتر من ورقة في ملف واحد فبتختار مستند لكن لو انت حبيت تعمل اسكان او مسح ضوء لصورة سيطلع على هيئة الصورة عادي جدا فبتختار صورة فاول حاجة بتعملها بتحط الورقة اللي انت عايز تعملها اسكان جوه الطابع وكأننا هنصور او هننسخ كلام على الورقة بيبقى للأسفل وضهر الورقة الابيض بيبقى للفوق ثم بنختار على سبيل المثال عايز ان نعمل اسكان لصورة هنا بيقول لك جاري التجهيز للمسح الضوئي لا تفتح غطاء المستند يعني بيقول لك لا تفتح باب المسح الضوئي ده لان اي حاجة هيظهر في الاسكان ودلوقتي هيفتح اوتوماتيك وحيقول لك مكانها موجود هنا تقدر تفتحها بكل صورة الورقة اللي عملتها اسكان اقدر تفتحها ده في حالة انك عايز تعمل اسكان لصورة بشملها في بدي اف اهيد الصورة اللي عملتها اسكان زي ما انت شايفين الموضوع سهلي كده طب دلوقتي انا عاوز اعمل اسكان لملف بدي اف هاعمل ايه عن اختار مستند عادي جدا وبرضا بتعمل نفس القائمة اللي تفتح لك لما تجي تعمل اسكان لكل مرة بس هيظهر الاختلاف دلوقتي حالا وحنعرف ايهو الاختلاف اهو الاختلاف ده بيظهر في حالة واحدة بس انك بتعمل اسكان لملف بدي اف لو انت عندك اكتر من صورة تقدر تضيفها في ملف البي دي اف فبتحط الورقة على ازاز المسح الضوئي وتختار مسح ضوئي وتقدر تعمل لحد ما يلوم ورقة عادي جدا ولكن لو هي ورقة واحدة بس فهتختار خروج وبتنتظر لحد ما يفتح لك المكان اللي تحافظ فيه الملف البي دي اف او زي ما انت شايفين طب دلوقتي ابو حميد عادي نعرف المكان اللي بتحافظ فيه المسح الضوئي هنقفل ده الصفحة دي عادي جدا وعن نختار اللي هو الدوكمنت هلا ثم نختار دوكمنت دي ملفات بي دي اف اللي عملتنا النهاردة سكان ده البي دي اف وده الصورة اللي عملتنا سكان او مسح ضوئي نفتح عادي جدا وطبعا لازم تكون محمل عندك برنامج البي دي اف عشو تقدر تفتح المسنانات بكل صورة زي ما انت شايفين اهوة دي الصورة اللي انا عملتنا سكان في ملف البي دي اف الموضوع سهل في حاجة تانية حابب اوضع حالكو ده اليوم اللي انا عملت فيه مسح ضوئي اهوة 15 5 20 23 اوة 15 5 20 23 اوة وانا بيقول لها 0 0 0 1 معنا ان دي اول صورة في اليوم دول وده تاني صورة في اليوم ده الموضوع سهل كده وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى كنا لعجبكم اتمنى الموضوع كنا لعجبكم منتظر اي سفصار لكم بخصوص طبيعة الكنون كان معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته